انت دخلت كرة الشاطئية ازاي؟ انا دخلت من سنتين ونس أو ثلاث سنين الكابتن احمد ابو سريع حد يعز عليه قوي زي اخ كان بيلعب في الشاطئية وكان بيلعب صلاة وليعب منتخب مصر وليعب كسعالم حلو فمدير الفن الكابتن مصطفى لطفي فقاله قاله وبقوله ممكن نجيبه معنا معسكر نبص عليه فروحت ربنا كرمني كان اول معسكر ليه ماتش السعودية كان ماتش نوديه في ايام الكورونا انت اللي عرضت ولا اتعرض عليك لا انا الكابتن احمد ابو سريع عشان قريب مني وعارفني اه تقولك ما تيجي تلعب ما تيجي تجرب اه اخ ليه وبلدياتي حلو فتكلم الكابتن مصطفى قاله نبص عليه احنا كده كده كابتن مصطفى كل فترة بيجيب ناس جديدة يبص عليه حلو فانا رحت معسكر بصراحة فكان ربنا موفقني جايب سبعة جنف ماتشين فاكر كويس فاكر كويس فالحمد الله ربنا كرمني من هنا بدأت اخش مع اللعبة الموجودة بصراحة اللعبة المحترمة اللي بقالها كام سنة في اللعبة وكابتن مصطفى لطفو الجهاز الفني المحترم بصراحة خلوني احسسوني ان انا بقالي كام سنة بلعب كل اللعبة من الزمان يعني اه اه يعني ما دخلت في وسط الجهاز الفني واللعبة بصراحة حاجة تانية واجواء تانية خالص بالمناسبة هل اللعبة دي فيها زي اللعبة الاخرى يعني فيها احتراف وممكن حد يقولك والله تعالى يلعب معايا في القيتي في نادي برا مصر فيها فيها معظم اللعبة بتاعها الأفارك كلهم محترفين برا كلهم فيه لعبة بتاعها محترفة برا وارقام كويس بس احنا عندنا هنا ان احنا اللعبة دي متأخرة عندنا قوي ليه متأخرة ليه متأخرة لان ما احنا المنتخب بقاله 16 سنة بلعب اللعبة دي أصلا بس احنا عندناش دوري معندناش دوري شاطئية اه مفيش اندية ومفيش اندية ويقولك شاطئية ايه يا عم وفهم الناس برضو مش من ديها اللعبة دي ته حقه اه من فيه برا ناس لها شعبية على فكرة اه هناك في المغرب ما بيبطلوش طول السنة بيلعبوا بطولاته ويشغالين على طول ومعظم الفرق اللي هناك اه المغرب السنغال السنغال ويشغال بطولة ده ست مرات ست مرات احنا ما بيقابلوش فرق اللي ما ادعوه بالسبعة والتمني احنا بس احنا في النهائي اللي فاد ده احنا يعني هم في المجموعة كانوا كذبونا ستة اتنين احنا في النهائي ربنا كرمنا وكانوا كنا خسرين واحد صفر وتقدمنا عليهم اتنين واحد في اخر ثلاث سوان يتعادلوا معنا وكذبونا بضربات الجزاء فاحنا كده الحمد لله يعني في اما اتعادل مع فرق ما شلتش يعني اه يعني بصراح بولكم هم في المجموعة مدينا ستة اه فلا في النهائي بقى كنا خلاص الجهاز الفني ذاكر الفرق دي كويس قوي واحنا كالعيبة الحمد لله يعني قلنا ما نفعش فرق تكسبنا مرتين اه فخلاص الماتش لما راح بقى لدربات الجزاء فكذبونا ستة خمسة لدربات الجزاء